فوجئ شاب في الثلاثينيات من عمره يقطن بمدينة وجدة يوم أمسن الاثنين بتوصل حسابه البنكي بتحويل مالي ضخم يقدر ب13 مليار سنتيم وذلك بسبب خطأ في التحويل من طرف أحد الموظفين العاملين بالبنك وفي تفاصيل الواقع كشف الشاب في تصريحات صحفية أنه تفاجأ بدخ مبلغ في حسابه البنكي يبلغ أزيد من 13 مليار و332 مليون سنتيم وعند اطلاعه على التطبيق الخاص بحسابه البنكي أوضح المتحدث أنه كان ينتظر تحويل مبلغ 13 مليون سنتيم فقط من حساب إلى آخر إلا أنه توصل بالخطأ بالمبلغ الكبير وأضاف الشاب أنه تلقى اتصالا من الموظف البنكي الذي ارتكب هذا الخطأ في اليوم نفسه يخبره بخطأه ويرجو منه مساعدته لإعادة المبلغ وإصلاح الخطأ وهو ما استجاب له الشاب بشكل تلقائي دون إلحاح أو تفاوض على حد تعبيره ترجمة نانسي قنقر